تم يوم أمس بقاعة سينماتيك العاصمة عرض فيلم زهرة الصحراء للمخرج سامة بن حسين والذي يروي مرارة التجارب النووية في منطقة ترقان من خلال قصة خيالية الفيلم يتعد الثامن ثمانية وعشرين دقيقة ويبرز الجانب في طابع سينمائي الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين التغطية كانت لعبد الرحيم بونمري لذي جديد انتظار خلال قصة خلال قصة خلال قصة خلال قصة دقيقة لا تحديثة لذي قصة وضع قصة في حق الجزائر بلغة المعارسة في حق الجزائريين، حتى الآن الساعة تمتعاً في حق الجزائريين المترجم للقناة يساعد أن يتوقف التعليمات والخبار في النجاي الاستقلال في المنطقة الالجشرية الأولى هذا مصرع مقصير التعليمات في سرنة إستقلال الفيلم يسرد حكاية الطفل الصغير من مدينة رقان 1960 يومين قصة له قصة يومين قبل التجارب النووية أولى التجارب النووية يوم 13 فبري 1960 حبينا نتحدثوا على هذه القضية التجارب النووية التي تعتبر من أكبر جرائم استعمار لأنها مزالت إلى حد الآن الآثار تحام موجودة السعور اللي جاني كشغل رعنين في الحقيقة كرانين مبارز ولا ندير حاجة كيقل اللي ما عشناش من قبز عما بوين عمنا نضحوا عليه عمنا نضحوا عليه من أجله أفلوم كشغل رعنين مبارز